السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم عزيزيز المشاهدين في فيديو جديد على قناتكم قناة بحبك بلادي تعليق قوي من تركي آل الشيخ على قرار اتحاد الكرة السعودي بتأجيل مباراة أحد والهلال قبل أن أدخل في تفاصيل الخبر أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس من الزرار الأحمر أسفل الفيديو كي تدعمونا وكي يصلكم كل جديد وجه تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية انتقادا شديد اللهجة للاتحاد السعودي لكرة القدم ولجنة المسابقات برئاسة عادل البطي إثر تأجيل مباراة أحد والهلال في بطولة الدوري وكتب آل الشيخ مجموعة من التغريدات عبر حسابي على تويتر قائلا سؤال مهم وأوجهه للاتحاد السعودي وللأخ عادل البطي مباراة أحد والهلال تأجلت أما النصر والوحدة ما تأجلت أحد يفهمني وأضاف أشياء غريبة تحدث وكأن المقصود إفشال الدوري وقتل المنافسة فيه وتابع الدوري لستاشر فريقا وكل فريق له حق المنافسة وكانت مباراة الهلال وأحد قد تأجلت في بطولة الدوري لخوض الهلال مباراة النفط العراقي في البطولة العربية أما نادي الناصر فسيخوض مباراة مولودية الجزائر في البطولة العربية في الثامن والعشرين من نوفمبر ثم بعدها بثلاثة أيام يخوض مباراة في الدوري أمام نادي الوحدة في الثاني من ديسمبر شكرا لكم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته